مالوين عاشوري التواصل الاجتماعي عمرها ما كانت سهلة حسب مقرناه في بيان مشترك هبط البارح في الليل على وزارات الداخلية والعدل والتكنولوجيا الاتصال يبدو وأن الدولة التونسية ماشية في خيار عقابي لعدد من الصفحات ومستعدة أيضا تعاقب من يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأي طريقة كانت زوز أسألة هنا مطروحي الشمدخل المواقع في المسألة إذا كان الموضوع الأصلي هو وسائل التواصل الاجتماعي والسؤال الثاني هل نتعاقب زاداك في مبرتاجي محتوى بش نقول اللي هو غالط مش صحيح ولا بش نقول اللي صفحة هذهك محل تتبع عدلي هتنا نشوفه حسب الممارسة اللي بش تعملها الدولة ولو أنه المرسوم 54 يعطينا فكرة واضحة على التوجه هاتم تعد دولة في المسألة بالتوازي مع هذا راهوا العنف ما هوش حكر على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس بل النجم حتنقوله اللي العنف الإلكتروني ما هو إلا مظهر من مظاهر مشكل أعمق عند التوانسة حسب الارقام تعل إدارة العامة للأمن العمومي تم تسجيل 26956 قضية قضية عنف مصلت ضد المرأة والطفل في الثلاثي الأول من سنة 2023 يعني محسوب 9000 قضية في الشهر اللي هو رقم مخيف وهذا الكل ما حكيناش على العنف في الكياس وما حكيناش على الحالات اللي ما وصلوش لمستوى الشكوى وإحنا ماشيين ما حكيناش زادة على العنف السياسي ودرجة الكراهية اللي تميز عدد من الخطابات ومنها الخطاب الرسمي للأسف الجوانب هذي الكل تخص مشكل استشراء العنف في بلادنا لكن الزاوية الوحيدة اللي تهم الدولة هي زاوية وسائل التواصل الاجتماعي وفهموا أحدكم علش موسيقى موسيقى ما حكيوه على بيان القانون مزل ما فهم حالشاي بش يبطى بش يتم الاعلن عليه ولا بش يتم اصداره قريبا هذي هاته نشوفوه المشكل أنه كي ما قلت انتش من بكري وكي ما حكينا باتاتخ مروان ما ناش عارفين اليوم كيف سيتم تطويع هذا البيان ولا إذا كانت أو تحول إلى قانون كيف سيتم تطويعه قضائيا خطر غاديوين إذا كانت تم اعتماد نفس المفردات اللي تم اعتمادها في البيان فمجال التدخل بش يكون أكبر بارشا من مجرد التشهير والنشر الأخبار الزائفة وهذا هو مربط الفرس نصح التعبير بسول ما هو فما يعني البيانة المشتركة من نعتبره مجرد إعلان نواية أمره في تطبيقاته القانونية والعملية أولا خطير جدا لأنه محلول بارش على كل القراءات وثانيا يعني يحط برش 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 ناس في موضع المتهم يعني الناس كل المتهمين وحاوي أنت يزمك يزمك تثبت تثبت براتك يعني ناخذ مثال بسيط مع كل بتبعط الحال الاحترام لزمناء في وكال تونس للأخبار نتفكر في وقت من الأوقات وقت صارت غلطة بالحق غلطة مهنية صحيح لكن غلطة وقت اللي تم الإعلان على وفاة سيمو محمد الناصر ربي طول في عمره نتصور لو صارت الغلطة هذيك في إطار قانون كما اللي كنا هذين نحكي وعليه موجود قانون ويتم تطبيقه شنو نعم الوقت شنو يصير شنو التتبع القانوني او العدلي اللي يصير في وضعية كما هك سيدي كي ناخده نحن وسيلة إعلام ولا ناخده ولا حتى مواطن عادي صحيح قال خبر زائف او نشر خبر زائف لكن بيحس انه غلط يصير هذية مهك يدخل الحبس زادة هذية هالمسائل هذية كلها مراش لحقيقة كيفاش تترجم في قانون يعني يتم تطبيقه او قابل للتطبيق فما وجهة اخر زادة رهو للا الاعلام وللتداول الاخبار والتختمان بتاحها اللي هو الجنب الهزي ولا نحكيه على الهنا عدد فما شكون متخصص كاريمان معنا تخفيها اليوم كيفاش بشي تم التعامل مع علام كما هذا كيفاش بشي تم التعامل مع صفحات مختصة في هذا اليوم اليوم نجم يكون خبار نعرف نقراه الجرائن ونقراه كما لك والغير وليوم كيفاش بشي تم التعامل مع ميديا كما هذو هذا سؤال متروح بالحق بكل بكل بساطة ما ما نعرفوش الممارسة هيا اللي مبعد باش تقلنا اذا كان نحكيه على السعي الى تشويه رموز رموز الدولة التونسية شوف الكلمة هذية قداش نجم قداش نجمه نحطه فيها من اتهامات ومن كذا واضح شكرا لك العشوري هذية كانت كود جول احنا مزلنا موصلين معاكم في الاسبريس حتى الاربعان تعالى بعد شوية موعدنا باش يكون معا ضيفنا في الانتربيو باش نحكيه على مراجعة الاتفاقات التجارية بين تونس